قبل ما نبدأ الفيلم ننسى اشتركوا في القناة وده عشان تتابع معنا اكوا افلام الرعب بيبدأ الفيلم مع فريق بيحاول يبحث عن نشاط الاشعاع في الصحراء بتاعة المكسيك والفريق بيكون عبارة عن 3 علماء في الاخر بيزهر قدامهم واحد مليان دم وبيحاول ان هو يطلب منهم المساعدة وبعد شوية فيه واحد تاني من الفريق بيموت من المسوخ ونعرف قصتهم كمان شوية وقبل ما الباقي يهرب من المكان بتكون المسوخ هجمت عليهم هما كمان وبتخلص اول لقطة في الفيلم الحد هنا بنعرف ان الحكومة الامريكية كانت بتعمل الاختبارات دي في الصحراء من زمان وللأسف غيرت في الجنب بتاعة البشر اللي عايشين فيها وبعد شوية بنشوف راجل عجوز قاعد في البنزينة الواحد وبيسمع صوت غريب جدا جاي من برا فبيطلع على هناك عشان يعرف اللي حصل وفي الوقت ده بيفضل يندع على واحدة اسمها روبي وبنعرف ان المكان اللي قاعد فيه بيكون قريب من منطقة التجارب الامريكية ولما بيرجع على القوضة بتاعته بيشوف شنطة مليانة فلوس ودهب قدامه وفي نفس الوقت عين بني قدم ما يعرفش هي جات منين فبيفضل يسارخ ويقول لحد ما نعرفوش انه مش قادر يكمل تاني في اللي بيعمله ونعرف السر مع بعض كمان شوية فكمل معانا للاخر بعدها بنروح مع واحد اسمه بوب وهو واخد الاسرة بتاعته في اجازة طويلة مع مراته وده عشان يغيره جو شوية وبنعرف ان الولد بيكون اسمه باركة مع اخته كبيرة بريندا والاخت التانية بتكون متجوزة من هنري مع بنتهم الصغيرة هنا بنعرف ان هم معهم كلبين في الطريق عشان الحماية وصاحب البنزينة بيحاول يعرفهم ان الطريق ده ممكن يكون خطر جدا عليهم وعشان كده لازم يغيروا الطريق لحتة تانية وان فيه طريق تاني مختصر ممكن يتحركوا عليه والكلب بيروح على السوبر ماركت عشان حسس بحركة غريبة وفي الوقت ده بتكون كتي راحت معها لهناك فبتلاقي شنطة مليانة مجوهرت كتير قدامها لكن صاحب البنزينة بيكون رجع تاني على جوة وبيتأكد ان كتي بتكون شافت الشنطة بتاعته وطبعا بيكون خايف ان هي تبلغ عنه الشرطة فبيطلع على الاب عشان يقوله طريق تاني خالص وهنعرف اللي عمله كمان شوية هنا بيكملوا طريقهم لحد لما بتظهر حاجة بتعطل العربية والاسف بيعملوا حدثة بسببها واللي بيكون سلك مدفون تحت الرملة وفي الاخر بيعرفوا ان هو ما لازم يستنوا حد عشان يساعدهم وده بسبب ان ما فيش اي حاجة معهم ممكن تعمل كده في تغيير العجل بيفضل التاريق على جوز بنته هنري واللي بيكون هاضح ان هو مش بيحبوا بعض وده بسبب ان هو عديم المسئولية وفي الاخر بيقوله ان هو لازم يتحرك على الطريق اللي كانوا ماشيين فيه وده يمكن يلاقي اي حد يساعدهم في تغيير العجل وان هو هيرجع تاني على البنزين عشان ياخد منه حاجة يصلح بها العربية وبيطلب من بارك ان هو يفضل مع امه واخته وده عشان يحميهم بالسلاح بتاعه وكل واحد بياخد طريق عكس التاني وبنعرف ان فيه واحد بيكون مرقبهم من بعيد واللي هنعرف هو مين كمان شوية ولما بريندا بتفتح العربية فيه كلب منهم بيخرج على طول في الجبل وبيروح بارك وراء عشان يشوفه لكنه بيختفي من قدامه وفي الوقت ده بيسمع صوت الكلب وهو بيتقلم لحد لما بارك بيشوفه ميت قدامه وكأن فيه حد عاوز يكله وهو عايش وقبل ما يهرب من المكان بيكون للأسف وقع على ظهره ويقوم عليه وهنا بتظهر بنت اسمها روبي بتكون من المسوخ لكنها طيبة فبنعرف ان هي بنت الرجل بتاع البنزينة واللي كان بيدور عليها في أول الفيلم والمسخ التاني بيكون قاعد ياكل في الكلب بتاع بارك وهنا ري بيوصل على مكان واسع جدا في الصحر ومليان عربيات قديمة من كل الانواع لكن الغريب ان ما فيش اي حد موجود ولكنهم اختفوا في الصحراء بيلاقى العاب وحاجات غريبة مجدا ملاش اي لازمة لحد لما بيوصل الأب على البنزينة وللأسف بيكون دخل عليه الليل وبيدور على حاجة يشربها وبعدها بيفضل يدور على صاحب البنزينة عشان يتكلم معاه وفياخر بيعرف ان هو مش موجود وبيطلع السلاح بتاعه هنا بيشوف أخبار متعلقة عن التجارب اللي اتعاملت في المكان ده من سنين كتير والبشر بتكون اتحولت بسبب المسوخ وده بسبب كمبيلة نووية وقعت على المكان بتاعهم فبيطلع تاني على العربية بتاعته بسرعة لكنه بيسمع صوت الراجل جاي من الحمام بتاع البنزينة ولما بيروح على هناك بيعرف ان هو سكران وعمال يعيط وبيقول للأب ان هو ما كانش عاوز يعمل كده من الأول فيهم فبنفهم ان هو كان بيبعت كل الناس اللي ماتت طول السنين دي على المكان بتاع المسوخ وده مقابل ان هما ياكلوهم وهو ياخد كل الفلوس والمجوهرات بتاعتهم هنا بيقرر ان هو يموت نفسه عشان يرتاح من اللي حصل فالأب بيحاول ان هو ياخد العربية عشان يهرب بسرعة من قدامه وقبل ما يتحرك من المكان بيكون فيه مسخة قاعد ورا في الكنبة ومش بياخد باله منه لحد لما بيخلص على الأب وبياخده تاني على الصحر عشان يتعشوا به بعدها بنرجع تاني على برك اللي بيكون رجع لاخواته وروبي بتكون ساعدته في كده وبيحاولوا ان هما يفهموا منه اللي حصل من شوية لكنه قبل ما يحكي اي حاجة بيسمع صوت بيكون جاي من برا وبياخد مع السلاح عشان يحمي نفسه وبيشوف الكلب التاني جاي عليه بعدها بيشوف هينر يرجع هو كمان وبيروح على امراض عشان يعرفهم ان الطريق نهايته بتكون مقفولة وصاحب البنزينة بيكون قلهم على طريق غلط اصلا من الاول وهنا بيكونوا خايفين لانه على ابوهم لانه مرجعش لحد دلوقتي وبيقرروا ان هما يستنوا شوية ولما ورجعش عليهم بعد شوية هيروح هنا عشان يشوفه بعدها بارك بيخرج على برا عشان يدور على ابوه وهنا بيحس ان في حد بيكون مرقبه من بعيد ومش بيلاقي الكلب التاني في الحتة فبيرجع تاني على اخته عشان يعرفه اللي حصل وانه هو للاسف شاف الكلب بتاعه بيكون مقتول وانه هو ما كانش عاوز يعرفهم كده عشان ما يخفوش بعدها بيشوفوا نار مولع في المكان وفي الاخر بيعرفوا ان ده بيكون ابوهم من خلال صوته عمال يتحرق من المسوخ فبيحاولوا انهم يلحقوا بأي طريقة لكن للاسف فيه اتنين منهم بيدخلوا على العبية بتاعت بريند عشان يعتدوا عليها وطبع محدش بيركز معها بسبب اللي حصل من شوية بعدها الام بتسمع صوت الطفل عمالها تعيط واللي ما بتروح على هناك بتشوف ان فيه مسخ بيكون مسكة طفلها مع السلاح عشان يقتلها وهنا بتحاول ان هي تلحق الطفل بأي طريقة لكنه في الاخر بيقدر ان هو يتحرش بيها والام بتشوف اللي حصل قدامها وطبعا بتكون مصدومة وقبل ما تعمل اي حاجة المسخ بيكون قدر ان هو يدرب النار عليها عشان يموتها وكاتب تقدر ان هي تاخد المصمرة عشان تحطه في رجل المس لكنه بيخلص عليها هي كمان وفي الوقت ده بيكون عاوز يخلص على بريندا لكن حظها ان السلاح بيكون خلص منها فبيهرب بسرعة من العربية ولما بيتفو النار اللي بتكون خلصت على الاب طبعا بيكون ميت قدامهم فبيرجعوا تاني على جوه عشان يعرفوا مين اللي لسه عايش وهنا فرانك بيعرف ان امراته للأسف بتكون ماتت مع حماته وان التفلة بتكون مش موجودة في العربية واللي بيكون قره بيتجنن بتفضل بريندا تعيد بعد اللي حصل معاها وبنشوف ان فيه مسخ بيفضل بصص عليهم من فوق الجبل وبيتكلم في اللي سلك الحد لما بييجي الكلب تاني عشان يعدوا من ايده وهنا بارك بيكون عاوز فرانك ييجي معاه عشان ينتقموا من المسوخ وبيعرفوا ان ابوه كان مع حق لما قال عليه جبان بعدها بيسمعوا صوت بيكون جاي من بر العربية فبيخرج باركة على هناك بالسلاح لحد لما بيعرفوا ان الكلب رجع تاني عليهم وفي بقه بيكون واخد الدرع بتاع المسوخ ومعالة سلكي وهنا فرانك بيسمع صوت غريب لشخص بيتلب منه ان هو يخلص على باقي اللي موجود في العربية فبيحاول يعرف منه مكان بنته عشان يلحقها ولما بيسمعه هي بتعيط طبعا بيكون متعصب جدا منهم لحد تاني يوم وهنا بيقرر ان هو يروح على الصحر عشان يدور على بنته مع الكلب التاني اللي هيخليه شم الدرع والهدوم بتاعت المسوخ وده عشان يقدر يوصل على هناك لحد لما بيشوف نفق غريب قدامه ومن خلاله بيدخل على مدينة مهجورة وباركة مع اخته بيحاولوا انهم يعملوا افخاخ اكتر في الصحر عشان لو المسوخ رجع تاني عليهم يقدروا انهم يموتوهم بكل سهولة وبيقرروا انهم يحطوا الجسس في العربية التانية عشان محدش يخدهم وفرانكي بيكون سمع صوت بنته في بيت من البيوت اللي حواليه هنا بيسيب الكلب بتاعه في عربية قديمة عشان يدخل على جوه لحد لما بيشوف ست شكلها مؤرف جدا وبيحاول انه يكمل الطريق للقوضة لكن في الوقت ده ما يعرفش ان الست بيتكون شافته في انعكاس الشاشة لحد لما بياخد بنته على طول وبتظهر تاني ست قدامه عشان تضرابه على دماغه بعد شوية بيفوق عشان يعرف انه محبوس في تلاجة مليانة جسس كتير ومش بيعرف انه يخرج من هناك لحد لما بيكسر الباب بتاعها وبعدها الكلب بيقدر انه يهرب من العربية عشان يدور على فرانك اللي بيكون شاف واحد من المسوخ قدامه ومش قادر يتحرك بيعرف فرانك ان البشر هم السبب في كل ده وللأسف الحكومة خدت عليهم الكنابل اللي غيرت شكلهم وبأمسوخ وفوست الكلام بنشوف مسخي تاني دخل على البيت وبيحاول ان هو يخلص على فرانك لكنه بيقدر ان هو يحط المصمر في رجله وبعدها بيخلص عليه بالعلن بتاع امريكا وهنا بيمسك الفسل اللي كان معاشا ان يقتع روصه وبيخرج على العربية لحد لما بيشوف مسخ جديد قدامه فبيقدر ان هو يخلص عليه هو كمان وبيتحرك تاني على البيت عشان يشوف بنته لحد لما بيصر مسخ مسك اللي سلك في ايده بيطلب من المسوخ ان يتخلص على الطفلة دي لحد لما واحد منهم بيروح على القضة عشان يقتلها وهنا طبعا مش بيلاقيها في الوقت ده بنعرف ان روبي المسخ الطيب بتكون خادة الطفلة عشان تهرب منهم وبتحاول ان هي تروح على فرانك عشان تدهاله اللي بيكون طبعا خايف منها في الاول وقبل ما يحصل اي حاجة بيظهر تاني مسخ جديد قدامه عشان يهجم عليه لكن في الاخر بيقدر ان هو يقتله بالسلاح وبيترب النار في كل حتة هنا بياخد بنته عشان يحضنها ويرجع تاني لحد لما بنعرف ان المسخ كان لسه عايش فبتكرر روبي ان هي تضحب نفسه عشان تحمل ابه وبنته وبعدها بنرجع تاني على بارك مع اخته بريندا اللي بيشوفه مسخ خادة جثة بتاعت امها وده عشان يكل فيها فبارك بيروح عشان يلحقها وهنا بيقدر ان هو يربط المسخ ده في العربية عشان يخلصوا منه وبيرجع تاني فرانك مع بنته الصغيرة والكلب بتاعه بيكون لسه عايش وفي الوقت ده بنعرف ان في حد بيكون لسه مرائبهم من بعيد فعشان تعرف اللي حصل بعد كده اكتبونا تحت في الكومنتات انكم عاوزين الجزء التاني وما تنساش لو عجبك الفيلم